موسيقى وصلت إلى مطار دمشق الدولي ظهر اليوم أولى رحلات الخطوط الجوية الباكستانية بي آي اي قادمة من مطار كاراتشي إذانا بعودة حركة النقل الجوي بين البلدين المتوقفة منذ أكثر من عشرين عاما نحن مسرورون جدا بهذا اليوم الذي نرى فيه بعد توقف دام أكثر من عشرين سنة لخطوط الجوية الباكستانية أن تتواجد في دمشق اليوم على أرض مطار دمشق الدولي هذه الخطوة خطوة جدا مهمة لعادة تحسين العلاقات بين البلدين ثانيا بالمجال الاقتصاد تفعيل هذه الاتفاقيات التي تكلمنا عنها سيؤدي إلى تحسين العلاقات الاقتصادية وبالتالي أكيد ستكون مباشرة للبلدين الصديقين وللشعبين الصديقين كمنعكس أكيد إيجابي في سوريا وفي باكستان نحن أولا نود أن نعبر عن سعادتها وشكرنا لوجودنا في دمشق في الرحلة الأولى لخطوط الدولية الباكستانية وطبعا أنا أود أن نعبر عن شكري للسيد الرئيس بشار الأسد على التسييرات والحكومة السورية ونأمل أيضا أن مستقبلا سيتم تطوير العلاقات أكثر هذه خطوة أولى وسوف تتبعها تكدوها خطوات أخرى نحو تطوير العلاقات وخاصة في مجال الرحلات الجوية بين البلدين ونحن ستواجدنا